بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وذمة رسوله معناه ذمة الله أي كفالة الله سبحانه وتعالى وكفالة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هاتين الكلمتين فإن هذا معناهما نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وقول الله تعالى وأوفو بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قال العماد ابن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها هذا معنى قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أن معناه من جعل ذمة الله وذمة رسوله تأكيدا لكلامه فإنه بذلك يكون قد جعل الله كفيلا لمن له الحق بأن الله جل وعلا يتولى ضمان ذلك نعم ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير فقوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير لأن اليمين يوجب الكفارة فإذا قال هذه الكلمة فإن الله فأنه جعل الله كفيلا عليه ومن كان في كفالة الله فإن الله سيأخذوا لحقه من خصمه نعم ولا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها وفي رواية وكفرت عن يميني لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة ها هنا وهي قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وكذا رواه مسلم ومعنى أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه نعم وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها نعم من نقض الأيمان بعد توكيدها فإن الله جل وعلا ينتقم منه إن الله يعلم ما تفعلون إذا نقضتم أيمانكم فلن يترككم بلا عقوبة نعم قال المصنف رحمه الله وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا أكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية سرية دون الجيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا نعم أوصاه في نفسه بتقوى الله وأوصاه بالمسلمين خيرا الذين معه لأن هذا من ذمة الله سبحانه وتعالى التي حلف بها عند ولايته لهذه المسؤولية نعم أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا باسم الله نعم قاتلوا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله وهذا ما أوجبه الله على المسلمين أن يقاتلوا الكفار ليدخلوا في الإسلام أو يستراح من شرهم فالجهاد لم يشرع لأجل الولايات وإنما شرع لأجل نصرة هذا الدين فالجهاد ليس مقصود تحصيل الولايات وإنما وإنما هو نصرة هذا الدين ونشر هذا الدين لينجو من أراد الله سعادته به من النار أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها لا يجوز هذا للغزات لا يجوز هذا للغزات بل الغنيمة تحفظ حتى توزع على المجاهدين هذه أمانة على المجاهدين تحملوها فلابد أن يفو بها وأيضا الغزو ليس هو لأجل الغنيمة وإنما الغزو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وقد قال الله جل وعلا وما كان لنبينا يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقد جاء في سبب نزول الآية أن المسلمين غنموا شملة غنموا شملة من الكفار ففقدوها فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها لأن الرسول له حق في الغنيمة فالرسول صلى الله عليه وسلم برأه الله من ذلك وسماه غلولا وما كان لنبينا يغل ومن غل يأتي بما غل به ومن يغل يأتي بما غل به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها على الغانمين هذا فيه وعيد شديد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم منه ولا تغدروا ولا تغدروا باليمين التي أعطيتمها للمقابل من الكفار فإذا أعطيتم اليمين فالواجب الوفاء إذا حلفتم للكفار وإن كانوا كفارا فالواجب الوفاء باليمين ولا تغدر اليمين من أجل طمع الدنيا ولا تمثلوا ولا تمثلوا يعني بالقتل لا يجوز التمثيل بالقتيل بأن تقطع أطرافه ولو كان كافرا لأن الجثة لها حرمة يحافظ عليها وإن كان كافرا جثة الميت يحافظ عليها وإن كان القتيل كافرا نعم ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فعيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين نعم فالغنيمة إنما هي على الجهاد فالذي يجاهد مع المسلمين له نصيب منها والذي لم يجاهد وإن كان مسلما ليس له حظ من الغنيمة إنما هي حق للمجاهدين فقط تشجيعا لهم على الجهاد في سبيل الله نعم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم الأمر الثاني مما يجب اتخاذه مع الكفار قبل قتالهم أن يدفعوا الجزية وهي مقدار من المال يدفعونه للمسلمين لإقرارهم على ما هم عليه وتكون الجزية فدية نعم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم هذه الخصال الثلاث إذا استنفدها معهم ولم يقبلوا فإنه يستعين بالله على قتالهم ويقاتلهم والنصر وعاد الله به المؤمنين على الكفار إذا أبوا أن يدفعوا الجزية نعم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهونوا من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه نعم لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك الغزات فإن قبلوا ذلك وإلا فقاتلهم نعم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم إذا طلب الكفار أن ينزلهم على حكم الله فإنه لا يستجيب لهم لأنه لا يدري أيصيب حكم الله فيهم أم لا لكن يجعل لهم حكمه وحكم أصحابه نعم وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر